أنا يمكن اخترت عنوان أنه آفاق الوصول إلى إيقاف إطلاق النار أنها آفاق ما وهنا طالما أن هناك آفاق إذن هناك فرص وهناك تحديات ما طبيعة هذه الفرص وما هي طبيعة أيضا هذه التحديات للوصول إلى التفاق يعني هناك بالفعل الفرص هي تتمثل في المفاوض ورغبة المفاوض في الوصول ولديه أيضا آليات ولديه حلول ولديه بدائل يمكن أن يطرح أمام الطرفين وهذا بالفعل ما تجلى في الأيام الثلاث الماضية وبالتالي تم التخفيف من حدة الشروط التي كانت بتشترط حماس وألقيت القرى في ملعب الصهيون نيتنياه لكن نأتي أيضا إلى التحديات نحن نتحدث عن حكومة هي كلها من المتطرفين نتحدث عن رئيس وزراء بيدعي أنه لم يحقق أهدافه دون أن يكون هناك اقتحاما لغزة وبرفح وبالتالي هو أيضا بيروج أن رفح مليئة بكتائب من حماس وبالتالي يعني لم يحقق ما يتمنى حتى وإن تم الوصول إلى تهديئة لا يوجد ضمان أو حتى إن تم الوصول إلى هدنة لا يوجد ضمان للسمرارية هذه الهدنة نحن نتحدث عن ثلاث مراحل هذه الهدنة واحدة منها 42 يوم وبالتالي لا يمكن أن نضمن المسلك الإسرائيلي خلال 42 يوم فما بالك نحن نتحدث عن ثلاث مراحل تنتهي بانسحاب كامل للعدو الصهيوني من القطاع فبالتالي هذه التحديات من هو الضامن يعني أنا سمعت المتحدث باسم حماس بالأمس بيتحدث بيقول أن يجب أن يكون هناك ضمانة شخصية من الرئيس الأمريكي بايدن فهل هذا كلام رئيس الأمريكي بايدن هو لا يعترف بحماس ولا يمكن برغم أن الولايات المتحدة أيضا بشكل غير مباشر منغامسة في هذه المفاوضات من خلال مسؤولي المخابرات أو مدير المخابرات الذي بالفعل بيشترك في هذه المباحثات لكن طبعا لم يلطقي وجها لوجه مع الوفد الحمساوي يعني إذا كان هناك مفاوضات هو بينقلها إلى الولايات المتحدة ثم بعد ذلك بيكون هناك لقاء بين المسؤولي القطريين والأمريكيين والإسرائيليين والمصريين في جانب ثم بعد ذلك بتنقل وجهات النظر أو ما تم التفاوض عليه مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين أيضا من جانب آخر فالتالي لا يوجد ضمانة لالتزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه وهذا بالفعل ما حدث أيضا من خلال اليومين اللي الفاتوا يعني هناك تهدئة من جانب حماس قدمت وقابلت وسمعنا أن هناك بشرة في غزة وأهالي غزة بيحتفلون بهذا الأمر ثم نجد محاولة أو اكتحاما إسرائيليا لغفق ومدخل عمليات عسكرية واحتلال المعبر من الجهة الفلسطينية طيب يجي هنا سؤال إذا افترضنا أنه الوفد الصهيوني وافق على الهدنة أعتقد إحنا اللي عايزين الضمانة والضمانة اللي إحنا محتاجينها كالمجموعة العربية زائد حتى حماس إن إحنا عايزين ضمانة من هذه الحكومة إنها تكف يد الأزى بتاعة المستوطنين لأنه الجهة الوحيدة اللي ممكن تخلخل فعلا هذه الهدنة أو إيقاف إطلاق النار هي استفزازات المستوطنين للأسف الشديدة اللي منتشرين في الربوع الفلسطيني نعم يعني المستوطنين هم أيضا أشد ضررا من الجيش الإسرائيلي ولا سيما فيه الضفة الغربية طبعا يا غزة ما فيهش مستوطنين لكن طبعا لأنها منذ عام 2005 لكن على التخوم في منطقة الغلاف في منطقة الغلاف يعني هذا يعني غزة خربت فبالتالي يعني لا يخشى من المستوطنين المهم أن تنسحب إسرائيل في مرحلة أولى من غزة أو من القطاع بشكل كامل وهذا ما هو مخطط له في المرحلة الثالثة وبيتم الإفراج حيث يتم الإفراج عن كل الأسرة الإسرائيليين في مقابل أيضا أن تخرج إسرائيل تتم انسحابها الكامل من غزة وتوقف عدوانها لكن المستوطنين هم أكثر أزم في الضفة الغربية نحن نتحدث عن 130 بقرة استيطانية موجودة في الضفة بيقطنها حوالي من 550 أو 600 ألف مستقلب يهودي وهؤلاء بيعيثون في الأرض فسادا وتم تسليحهم بشكل كامل فبالتالي هؤلاء هم الخوف منهم بالنسبة في الضفة الغربية لكن في غزة المهم أن يتم وقف إطلاق النار وتلتزم بإسرائيل إذا التزمت بإسرائيل في المرحلة الأولى فبالتالي هذا بالفعل بيعتبر إنجاز أنا بعتبر إنجاز في مرحلة لو التزمت به في مرحلة واحدة فقط ليس في الثلاث مرحلة فبالتالي سوف يكون لكن أنا أشك أن إسرائيل سوف يعني قد تستلم الثلاثة وثلاثين أسير حسب ما هو مخطط في الخطة التهديئة ثم بعد ذلك بتبدأ التصعيد مرة أخرى وهلوم مجرة يعني نحن أمام ست مراحل من مراحل المفاوضات أو سبع مراحل خلال سبعة أشهر لم تلتزم إسرائيل بأي شروط من شروط التهديئة وبالتالي بنخش فيه سياسة يعني عمليات تدوير عمليات تدوير وتضيع وقت وفي نفس الوقت إسرائيل ماضية في غيية وبتخيل ضربات إجرامية بالشعب الفلسطيني أيضا كان هناك تصريح من وزير الدفاع يوأف جالنت كان بيتحدث هو ليس طبعا وزير الدفاع ووزير حرب سؤيوني بيتحدث عن أن هناك خطة مدتها تسعين يوم للاستلاء أو لتطهير مدينة رفع هذا تصريحه بعد أو متزامن مع قبول حماس لشروط التهديئة أو الشروط التي تم التواصل إليها وتنصر منها نيتنياهو وقال أننا ندرس وأننا لم نخبر بهذه الشروط برغم طبعا أن هذه الشروط تم التواصل إليها بتواجد أمريكي في هذه المفاوضات مع وفد المخابرات المصرية والقطريين وحيث الوزراء القطر